معانا الأستاذة وفاء من إسكندرية أيها ست الشيخ اتفضل يا أستاذة وفاء لا زمعت يا ست الشيخ أنا متجوزة بقالي 16 سنة عندي خمس أولاد الكبيرة بنتيز عندها 16 سنة في الفترة دي تبقى لي سنة كده حاسة أني جوزي يعني على لقب واحدة تانية وبعد كده قردت على تليفونه أنه هو متجوز واحدة تانية جيت نفتح معانا الموضوع العلاقة الكلام تطور بينه وبينه فقال لي تحرموا علي وانت طالب التلاتة فمش عارفة إذا مش ست الشيخ أعمل معا إيه ما بعرفش يعني ما بعرفش أوصل معا الكلام يعني كل ما تتكلم معا يتنرفز ما بيوصلنيش معا الحال ما بنوصلوش للنتيجة في الآخر طيب هو برضو نفس السؤال حضركم متجوزين من 16 سنة أيها وحضركم عندهم خمس أولاد أيها خلينا أقولك بس أنه هو اللي حصل أنه إحنا أتخمنا الأسرة فالأسرة بقت متخمة فأنت بتسأليني إيه اللي أول حاجة أنا حاسس من سؤالك أن أنت بتسأليني هو ليه العلاقة بيننا كده أول حاجة أن أنتوا أتخمتوا العلاقة بالأولاد الكتير فأصبحت أنت دا كان طلبوا طيب إسمعيني طيب ما مش كل طلب يطلبوا الرجالة الزوجة لازم تتواجد وتتناقش فيه بنات بقول حضرتك دا ما عندهوش نقاط أنا بارد ممكن تسمعيني طيب أستاذ طيب قدر الله أن أنت يعني أستاذ وفاء إسمعيني حاول تسمعيني ولو حابة تكمل الحوار يعني ممكن حضرتك كمان تتصل مرة تاني بس أستاذ وفاء أنا عايز أقولك بس إحنا الحياة الزوجية في كتير من الرجالة بيبقى الخلفة عندهم إسباب للرجولة إسباب للذكورة إنهو راجل وعنده فحولة ويستطيع إنهو يخلف كتير أه بس دا ولا عزو بالله ممكن يوقع الأولاد في إن أنا بضيعهم وكلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي فلازم الزوجة إذا زوجة كان بيتكلم في هذه الفكرة تقوله أنا مقدرة إن أنت بتحبني ما تقولهش أنا مقدرة إن أنت عايزت أنا مقدرة إن أنت بتحبني بس ببساطة خالص تعالى نحسب مواردنا تعالى نحسب طاقتنا النفسية اللي حصل إن أنت بقيت أم الأولاد فلازم يدور هو بقى للأسف وده مش بقوله على إنهو ده فعل صالح ولا إن فعل ده رشيد ولا إن ده صح ولا إن ده جائز شرعا أحمل إيه؟ خلاص أنت بقيت أم الأولاد متخمة بالأولاد وقتك كله تخيالي كده لو إنه وزعنا أولادك على أولادك الخمسة اللي أعمارهم ممكن تكون أعمارهم في سن خطر أو أعمارهم في عندك ستاشر وإحنا متدارجين لغاية ما يبقى عندنا ثلاث سنين أو أربع سنين فأنت خلاص بقيت أم الأولاد فلما تبقى أم الأولاد إيه اللي حاصل؟ وقتك كله مستهلك بتقولي لي أعمل إيه؟ ببساطة خالص أول حاجة إن أنت عشان أول حاجة تبعدي المبررات بتاعته تزيد الاهتمام بيه لأن أنا لو إنه هو جالي في جلسات الاستشارة أول ما أسأله وقوله إيه؟ هيقول لي مش فضيالي ما بقتش تهتم بيه أنا مش حاسس إن أنا متجوزة أنا حاسس إن هي متجوزة للعيال وساعتها ينسى خالص إن الأولاد دول الخمسة كانوا طلبوا هو وساعتها ممكن يقول أنا الله يروح تتجوز حد تاني عشان يديني الحنان ويديني الرعاية هل أنا ببرره ده؟ أنا بلأ أنا بقوله هو يقول إيه؟ فلزاك عايزين نبطل هذه الحجة نبطل هذه الحجة بإيه؟ بأن أنت تقوم بواجبك الشرع أن أنت تهتم بيه تهتم بيه عشان الاهتمام بيه ده ممكن يخليه يغير وجهة نظره إن الزوجة معكونها عندها خمس أولاد تستطيع إن هي تهتم بيه فيه ستات عندها خمس أولاد وتستطيع إن هي أنت تهتم بجوزة؟ آه هيبقى فيه مجود؟ آه أمر الثاني أنا بكلمه هو بقى اتقل الله ده طلبك أنت وإنت اللي أصريت على ده ولما أصريت على ده لازم الرضا بالشيء عندنا في الشريعة الرضا بالشيء الرضا عما يتولد عنه فأنت كنت لازم تعرف إن زوجتك هيتبقى عند وقت كتير مشغولة بيه بالأولاد وما ينفعش إن هي تكرمك وترعالك أولادك وتحفظهم وبعدين أنت بعد كده تروح أنت تتركها لكل الفتنة وتتركها لكل الضغوط ديات لوحدها أنت كده ما بترعاش أهل بيتك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلكم رعا وكلكم مسؤولة عن رعياتي لما خلفت خمس أولاد يبقى عارف أن أنت هتبقى مسؤولة عن رعيتهم ما تجيش أنت تشتكي بعد ما أنت خلفت خمس أولاد وتقول أن أنا ما عنديش وقت مع زوجتي خاص أنت اللي عملت كده وعشان كده أنا بنصحك بنصحك أن أنت لو إيه جي حطيت إيدك في إيد مراتك إيد زوجتك وقربته من بعض أنتوا الاتنين هتلاقي وقت خاص لكم لأنهم هتحسوا بالراحة لأن أنتوا ساعتها بتعملوا بحديث رسول العسل كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي الرجل راعن ومسؤول عن رعياتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياتي إيبقى حضرت النبي شبك وغزل ما بين رعيتك ورعاية مراتك خليك فاكر أن هروبك من مسؤوليتك المنزلية ما بتعنيش أن أنت راجل حر وقادل تتصرف ممكن تكون بتعني أنك راجل هارب من الرجولة الحقيقية اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة أن أنت تكون مسؤولة عن بيتك كثير من الرجالة فهمين أن الرجولة أنه يبحث عن لذته ومتعته الرجولة الحقيقية وأن أنت تحمل مسؤوليتك سيدنا سوفيان السور كان بيقول عليك بجهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيان فدي هو ده معنى الرجول موسيقى موسيقى